نقول الأخ فارس فيما يتعلق بالطاقات المتجددة ربما في الداخل فيه دوله ربما كذا ولكن كان أمثلة أخرى مثلا استثمار في الأنترنت لماذا تأخرت الجزائر مثلا فيما يتعلق بالأسواق الإلكترونية راني نشوف الآن في أسواق عالمية موجودة في الأنترنت تصرف الناس راعة تبيع راعة تشري لماذا تأخرت الجزائر مثلا في هذا المجال الإيغوفيرنانس اللي هي الحكومة الإلكترونية تأخرت لأننا أعطينا المشروع لدولة أخذت كل قاعدة البيانات انتوعنا وهي بيانة هامة جدا وعطلت بتواطئ مع منبع ذمامهم لا أتحدث عني الآن إنما أتحدث عني السابق مع منبع ذمامهم لهذه الدولة ترجمة نانسي قنقر